في صباح الماطر وعاصف تخرج ربة المنزل بهمي سارة أوبادهياي لزيارة نساء حوامل في جولة ترمي إلى تقليص الوفيات بين حديثي الولادة في هذا البلد الواقع في جبال هيمالايا ولا تحمل معها إلا أنبوبا يحتوي مادة معقمة وهذه السيدة واحدة من بين ألاف المتطوعات المشاركات في حملة أسفلت بشكل سريع عن تخفيض وفيات الأطفال حديثي الولادة في النبال حيث تجري ثلثة عمليات الولادة في المنازل في وقت سابق كان للعائلة عشرة أطفال وعندما انتشرت العدوى كان يموت خمسة إذا كان شخص لديه خمسة أطفال كان يموت من بينهم اثنان أو ثلاثة هكذا كانت الحياة ووفقا للخبراء الطبيين فإن ارتفاع هذه النسبة في الأصل سببه بشكل أساسي الالتهاب الذي يصيب حبل السر بعد قطعه إثر الولادة وتعقيمه بخليط تقليدي وتحاول المتطوعات تغيير هذه العادة وحض النساء على استخدام مرهم معقم يوزع مجانا في إطار برنامج أطلق قبل ثلاثة أعوام بدعم مالي من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID نحن نضع المرهم مباشرة بعد قطع حبل السر لحماية الطفل من الالتهابات ولإنقاذ حياته وبالفعل وبعد عام على بدء الترويج لهذا المرهم انخفضت الوفيات في صفوف حديثي الولادة بنسبة 27% ومن المقرر أن تغطي هذه الحملة عموم مناطق النيبال بحلول ثلاث سنوات ويكفي استخدام المرهم مرة واحدة ليفي بالغرض وهو يجف في دقائق معدودة هلAmadas مكف palette؟ ماية تفكيرون ماية تفكيرون ماية تفكيرون